اشتركوا في القناة لحتى بدي اقلك انه خبرك انه كمان انا اول انسان ساعدني هو الاخنور بقى هلا بوجه له تحية قبل ما بلش انا باللقاء اهلا وسهلا فيك ببيتك مارسي نحن كجمعية مساعدة الاممة والطفولة بلشنا انه من ال94 طبعا اشتغلنا لاخدنا الرخصة ب97 طبعا اول شي كنا بمنطقة ببرش حمول بالسبتية انه هيك بعدين انتقلنا لمرمخايل يعني بال94 كنا انه اشتغلنا بمنطقة مارمخايل بملك دير طميش من مشكورين كمان الرحبني يعني بده قدي وجه لهم شكر لانه كمان ساعدونا بالمبنى التقدمي للمبنى وكمان حواطونا كمان بمساعدات بتاع في اهالي المنطقة بتبقى بحاجة لمساعدة اعتبروا نحن كجمعية متلها متل كأنه رعية رعية حد الكنيسة نحن حد كنيسة مرمخايل اشتغلنا طبعا الظروف كانت شوي احسن من هيك نحن قلنا اشتغلنا كنا كالشافة وبعدين اسسنا جمعية خيرية انه بالنسبة كنا نعتبر انه ظروف المعيشية صعبة بهديك الايام كيف اذا اليوم؟ بس هلا اليوم اعتبرنا ماشي كنا بهديك الايام قدام الظروف وما توقعنا يوم من الايام منوصل نعيش بهيك عيشة وبهيك ظروف يعني سيئة جدا جدا في حاجة كبيرة ما هيك بالفعل بحاجة كبيرة انا ما كنت اتوقع اهالي منطقة مرمخايل والجم ميزة والجعي تاوي ويعني بتاع في المنطقة وجوارها اللي مدور المال الاخرية انه هونيك بالمنطقة ولا مرة كان عنا العدد كبير بهذا الشكل حاجة هالقد كبيرة مثل اليوم انه هيك انا بتفاجأ وبتاع في العالم بتستحي يعني بعده اللبناني بنخجل وقت بديو روح ياخد مساعدة هلا فيه كتير ناس بقولوا عودوا العالم على الشحادة على الكذا لا هيمنى الشحادة هيدي مساعدة نحنا وهو الانفجار المرفع يعني حسسنا قدي العالم هي قريبة لبعضها يجي الواحد كنا اول ما بلشنا نحنا بتاع فيتدررنا نعم جراء الانفجار جراء الانفجار ما في انا مثلا اخدي المفتاح وبدي اطلع افتح لبواب لشبيبيك لشيء ابدا ابدا اتفاجأت انا بالحرب كله مصر اللي صار يعني حتى بانفجار الحريري انفتحوا اللبواب وشبيبيك بس ما انكسر عندي ولا ازازة هل ما دل عندي شيء صاغ يعني من ساعدك من دهاي فتا عليكم والله اول شيء حتى يعني نكون وجه له تحية كمان للفنان ميشيل سليمان يعني انا طراحة اول ما شفتش شوفي يعني لا شعوريا تنزل دمعتك انه بتتأسفه انا قلت لهم انه انا من الاربعة وتسعين وانا عم مجهز لحتى صار عنا نصف مستشفى بيجي بكبسة زر بيطير عندك كل شيء بتوصلي انه ما عندك شيء مثل مغارة كأنه لا بواب لشبيبيك لحيطان مثل العادة ولا شيء تلفن لي ميشيل ابو سليمان قال لي بيهمك معي جبنة بيكون وخبزكو بتمنى لانه انا عم ببكي وماشي انا وصحة حطي بيلحقونا نحنا من غدي يعني نحنا كنا نغدي نقول مسنين بس هي صارت كل العالم بحاجة متل ما بتعرفين نحنا مطعم محبة هلأ بو سلي كمان عنو نحنا بمطعم محبة فرع من مطاعم سلسة مطاعم المحبة نحنا عم نبكي لحقيني العالم يعني ما في اكل يعني كل واحد همه ام سيبته يعني صحيح اقده ايه كل واحد همه بحقه شوي انه جيب لي الجبنة وحطينا هيك على التروتوار عم نحط نمد الخبز البيكون هيك ملقينا العالم بكترة اللي بتجيب مع الجنات الاكل الدسير الدريق مشروبات كله كله يعني تتعبى بيتعبى بتفضى بيتعبى بيفضى يعني انا شعرت العالم عم تشي من كل المناطق وانبسطنا كتير بهالحالة طبعا بعدين صارت جي جمعيات روح جمعيات وناس تتصور ناس تسأل هيك مجرد سؤال وتمشي ونحن يعني عم منعيني يعني انه انت عم تشوفي حالك عم بيسألوك يوفلو وانت ما ملقتي بعد نتيجة وكمان بدي توجه لكمان شكل للأب عبدو رعد يلي انه هو من روما كمان اتصل وقال لي شو بي حاجة عنده جمعية الناس للناس كمان ساعدونا وغرفة الطوارئ كمان المتقدمة للجيش يعني انه هي كمان بوجه لهم تحية عرفونا على جمعياته وبعطولنا جمعيات تتساعدنا نعم مثلا الأب مارون حرب أنسيام يعني شو اسمه الليبانون أوف تومورو يعني انه هي وبعدين بلشنا بالأعمار وانه هيك اكيد مشكول الجميع على شهوده يعني انه اللي بلشوا اللي احنا اللي عمار في مهانسين يعني ندبة مهانسين اجوا ساعدونا كمانا سكرونا البواب الأحرى لانه كنا نحمل أحمال شقفة نشيل هالشقفة هالشقفة لنسكر لانه مثل معرفتي صار شوية سريقات يعني بالمنطقة يعني كل حادثة إلا حسناتها وإلا سيئاتها وفي ناس عم تدعمي وفي ناس عم تجي صوري بهالكلمة تسرق الحاجة أوقات بتدفع على الثاني عم الإشرة مش مصبوطة لانه الحاجة هي بتسبب هالأمور يعني انه بيوصلوا له السريقات نتمنى من دولتنا تهتم لانه عن جد نحن اعتبرنا انه اكتكرت انا الدولة هي بدت تساعدنا لو لها الجمعيات اللي هي عم تتأمن مساعدات خارجية يعني انا بشكر كل دول اختراب يعني اللي هي ساهمت رجعت بأعمار المنطقة ورغم لهلأ بعد ما خلصت لانه في بيوت عالأرض انا بعدني بحس في ناس اكتر مني وفي ناس اقل مني يعني تتطلعي عغيرك تلاقي حالك حسنا من غيرك بتشوفي مصيبت غيرك بتكون مصيبتك متل ما بيقول بس يعني لهلأ بعدنا ما خلصنا يعني اللي التزمت البناية بعدين انه الـ Together لبيروت و The House of Christmas طبعا اتفقوا مع الرحمنة المارونية نحنا ملك دير طميش اتفقوا معهم وبالفعل يشكروا عنا كتير كتير صارت حلوة البناية رجعت أحسن من قبل مشكر الله بس طبعا امت تعرفي انه من بره صارت حلوة مثل ما بيقول المسأل من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله طبعا بدك تدبري حالك وما أنا بحاجة يعني لكل المؤسسات يلي بعدها عمتعنا بالمساعد وقدر تساعد منتمنى تساعدنا لانه بعدنا نحنا قدرنا هلا نقعد في نظافة في انه هيك صرنا نسكر وبدي يوجه كمان تحية لمؤسسة خليل وردة يلي قدم لنا البرادة وانه هي يعني صرنا نعتبر حالنا شويها انه ماشي الحال بس بدي يقول كمان انه نحنا بعدنا بحاجة ما توقفنا هون بعدنا انه منتمنى اللي قادر يساعد يساعد في كتير نحنا بالبناية يعني بعد في ناس من جوة بيوتها متصلحة في بيوت بعد عم تسأل مين قادر يساعدنا ما احنا كجمعية عم نسأل كتير فأنا بما انه استضافتونا اليوم انا بتمنى اللي عم بيسمعنا على الهواء يتصل فينا ويشوف من خلالنا اذا بيقدر يساعد بعد انه مش بس انه الحيطان تسكرت والبواب والأزاز والهيك لانه بعد في تجهيزات بقلب البيت يعني طبعا فيه ادوات كهربائية في التجهيزات للبيوت للهيك مثلا انا بديك تقولي كم استوصف نحنا كنا عنا نحنا مستوصف نقال منطلع معنا الايكو وترقق العدم والتخطيط ومكانات الفحوصات المخبرية سكري كوليستيرول تيك ديستيريد اش ديال ال ديال الاشتيرولي كل شي كنا نطلعهم معنا ونعمل حملات صحية مجانية مع توزيع ادوية خاصة بالحملة مجانة هلا بيسألوني انه امتين بتكون تعملو لنا حملة للأسف ما فينا اذا ما تأمنت التجهيزات يعني ما فينا نعمل شي ابدا وكنا روح على المناطق والضياء يعني حتى الحدودية حتى جنوب حتى العكار يعني يعني راسب علبك يعني ما خلينا ولا منطقة من عدل اللي من جوة يعني ما ساعدنا لكل بس رغم كل شي حتركهم امين بحملة حترتك موجود دي معنا تتخبرين عنا الحملة اللي منظمينا راح تعطينا تفاصيل اكتر نحنا منعرف انه في كتير اشتشة تنحكا بس اكيد طبعا قبل ما يدهمنا الوقت على الهواء بيتخبرين عن الحملة مدام فادوة نحنا ما انا انه غدي احكي كنا عن حملات كنت قبل ما اهتم بحالي لانه انا كنت انا امن حملات للمناطق اللبنانية هلأ انا بحاجة لانه امن حملات سوري تسحة سوري نحنا هلأ انه في مركز الابحاث الاجتماعي للرعاية نعم هو بالتعاون معهم انه هنه جايين الاطباء من اميركا رح يقدمولن هنه حملة طلبنا انه اذا ممكن يساعدونا فوافقوا على المساعدة ورح يقدمولنا التلاتية التنين والتلاتة والاربعية اللي هنه بتاريخ 24 25 و 26 جايبين كمان مكانات سنين بورتابل معهن وكمان اطبه من كل الاختصاصات هنه الاميركان وجايبين ناعهم ناس تترجم لانه مو بيعرف يحكوا عربي بدون نترجمولن للناس اللي ما بتعرف تحكي انجليزي بقى كمان رح يوزعوا ادوية كمان اللي بدون ينفحصوا ومن بعد الفحص شو بدى تكون عندهم نتائجون المزمنة الامراض المزمنة والاخرية رح يقدمولن الادوية وكمان ابتمنى اللي عم بياخدوا ادوية عندهم مزمنة يجيبوا معهم الرشدات والعلاب لحتى كمان الادوية الموجودة عندهم لحتى يقدمولن ياها من اي ساة رح تكونوا موجودين رح تكونوا يوميا من الساعة 8 وناص للأربع وناص وين رح تكونوا متوجدين نحنا بمرم خايم بمركز الجمعية بملك دير طاميش طابق الاول وجه الدفاع المدني نحنا انه معروف المنطقة بس نحنا اكيدة اللي هن من خارج المنطقة يعني منتمنى كمان في هون يستفيدوا نحنا كاتبين المنطقة مرم خايل وجوارها بس بيقدروا يستفيدوا كل المناطق لانه كل المناطق اهلية متضررة وانا بعرف العيال انه عندها اولويات اخر شي بتفكر بسحتة لانه هلا بهذه ظروف الصعبة بتفكر بكيف بدت تتأمن لأولادها المعيشية الاكل والشرب والطباب والى اخرها اخر شي بتفكر بحالها وهلا مثلا نحنا لدروس الاونلاين نحنا كنا مقامنين عم نقامن ثمانة لنقول لابتوب واربع ايباد لانه بالمنطقة في كتير اهالي طلبوا مننا انه اذا كان في مجال نقامن نحنا مركزنا نقامن لهم حتى يدرسوا فيه ويقامنوا اونلاين خلال المدرسة ومتل ما بتعرفي كان عم بيقلونا انه هنين عم بيخزنوا الدروس امننا كل هالشي نحنا لحتى نبليش كانت اجت هالانفجار وما خلالنا يعني انا بتمنى اللي اهالي المنطقة بيعقوا مركزنا يعني كل اللي زارنا وبيستفيد من خلال مساعداتنا بتمنى انه يعني هو كمان يحكي يعني اصلا هنين كانوا عم يحكوا عنا وانا كجمعيات اللي عم بيروخوا لعندهم بيقولوا في عنا المركز الجمعية اللي عم نستفيد منهم نتمنى تساعدوه لحتى نحنا نقدر نتساعد من خلالهم كمانا هل سي ارقام تليفون اذا حدا من المتابعين حدا حابه بيستفسر حابه حدا يحابه بيقدم مساعدة عاي ارقام ممكن نحنا الرقم السابت بالمركز الجمعية 01 583 835 وكمان السليولير 03 653 888 لكن احنا منذكر المشاهدين 01 588 835 و 03 653 888 مدام فضوى انا بدي اتشكرك اللي وجودك معنا اليوم و الله يقويكن عن جدا هالجهود وهال اذا بديك العناية اللي عم بتقدموها للناس من كافة النواحي واكيد طبعا مشاهدينا كل شخص قادر ما يتردد بتقديم المساعدة بشكركم انا بشكركم جدا وبشكر كل حدا نساعدنا نحنا ما ذكرنا كل الجمعيات المؤسسات لحتى ما ننسى حدا بس نحنا عم نتوجه لهم بالشكر من خلال الفيسبوك يلي عم بيعوض عنكم لانه بعرف الوقت ما بيسمح لنا نذكر كل الأسماء بس نحنا عم نعوض لهم من خلال الفيسبوك مشكورين كلهم كل الجمعية بتشكرها هي واللجنة الإدارية اللي هي يعني بتشمل الجمعية مرسي مدام أفدوة وبدي وجه تحية كمال الفرير نور متل ما وجهنا له تحية الله يعطيه الصحة شكرا ونحنا تلالوميير يلي هو عم بتوصل انا عم بمبسط عم يوصل لكل دول العالم صحيح وعم يحضروا كلهم التلالوميير نشكر الله مرسي مشاهدينا ما تروحوا لبعيد فاصل قصير ومن تابع لقاءنا الصباح